بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا يوم السبت ده يوم السعادة عشان بنبقى مع اصحاب السعادة واحنا كمان دايماً بنتكلم عن اصحاب السعادة وبنتكلم عن المقبينة على الزواج وبنتكلم كمان على اللي بيجددوا حياتهم ولو كانوا تزواجوا ومر مدة على زواجهم واحنا كمان وانا كنت لساً بارح كنت بتكلم المقبينة على الزواج في برنامج المقبينة على الزواج في دور الافتاء المصرية وكنا بنتكلم عن جملة من المهارات المهمة جداً جداً للمتزوجين وخاصةً للمقبينة على الزواج كمان في مهارة كده مستخبية في الدرة حدش بيلتفت إليها والناس بتعتبرها مهارة كده زي المية مهارة مهارة مهمة جداً 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 لما بتغيب ممكن زي ما يقولوا كده ممكن تفسد أشياء كتيرة هي مهارة بتسري في الحياة زي المية في الورد وعشان كده احنا نحتاجين نأكد عليها شوية لأن الورد من غير مية يجف وينشف وما يبقاش فيه أي حاجة تنفع فيه وخلي بالكم أن المية بالنسبة للورد ده هي الحياة ما جعلنا من الماء كل شيء حي المهارة اللي ده عاملة زي المية ديته مهمة مهارة مهمة جداً 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 مهارة دي هي مهارة ايه؟ فن اختيار الوقت المناسب أنا لما قلت بس كده الناس قلت آه والله لو اخترت الوقت المناسب أنت احتمال كبير جداً جداً أن أنت تتغلغل في قلب شريك حياتك ولما اخترت شو الوقت المناسب إلا حاصل أوقات كتيرة ممكن تستدعي أشياء كتيرة تستدعي مخاوف وتعمل أشياء كتيرة ممكن توصل بيها إلى أشياء غير مرضية الوقت المناسب مش بس للكلام بالمناسب الوقت المناسب كمان لتقديم الدعم أنت لو قدمت الدعم في غير وقته ممكن على فكرة ما نوصلش أن أنت واقف جنب شريك حياتك لو كمان قديت النصيحة في غير وقتها أو حتى عملت الطلب المطلوب منك في غير وقته إيه يقولك ده تأخر أنا طلبه أشوف من إمتى أنت جاي بعد إيه؟ توقك ما فتكرت فاختيار الوقت المناسب دي مهارة مهمة جدا جدا حتى في إظهار الحب والتعبير عن الحب على فكرة في ناس كتيرة بيبقى اختيار الوقت المناسب ساعة مكلمك وهو دمعته على خده هو ده الوقت المناسب اللي أنت تقدمه فيه تظهره حبك لو أنت انشغلت وبعد كده قدمت له هتلاقي بيبتسم لك اللي ابتسم السفرة دي طب شكرا وكأن حاجة ما حصلتش ولذلك المهارة دي اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي أصحابه عليها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصعب يقوله كان يتخولنا بالنصيحة يعني ايه يختار الوقت المناسب للنصيحة ويقولها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وده شيء مهم جدا 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 إزاي تختار الوقت المناسب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الوقت المناسب وقال للمرأة اسبر يا مرأة ده كان الوقت المناسب فمسمعتش الكلام المرأة فإنه حصل فجات بعد كده فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما الصبروا عند الصدمة الأولى يعني رسول الله كان بيقول لها الكلام في الوقت المناسب مهارة وفن اختيار الوقت بمناسب مش خاص بالزوجة على فكرة فقط لكن الزوج كمان لازم يتعلم المهارة دي بالعكس أنا بقرأ أن الأزواج هم الأكتر احتياجاً لهذه المهارة ليه طيب؟ لأن المرأة بطبعها بتحب الأمان والأمان لو تساب ممكن في بعض الأحيان يتراكم يتراكم الشعور بعدم الأمان أشهر المواقف اللي بيظهر فيها احتياج الزوجة للمهارة دي هو وقت ما تكون عاوزة تحكي الجزء مشكلة ليه؟ قولوا أنتوا بقى عشان هي محتاجة تشعر بالأمان بتحكيه مشكلة أو بتطلب منه طلب زي مثلاً بتطلب منه فلوس عشان ما سوف البيت أو عشان الطلبات أو بتطلب منه طلبات الوقت ده مهم جداً جداً هي تختار الوقت المناسب اللي تحكي فيه المشاكل أو تحكي فيه أو تطلب فيه الطلبات ليه؟ لأنه طلباته في غير وقتها هيتحول من طلب إلى ضغط وزمان كانت الأم بتعلم بنتها على فكرة المهارة دي وتقول لها لازم تعرفي أمتى تتكلمي مع جوزك وتطلبي منه فكانت المهارة دي مهارة أصيلة في الست المصري وبالمناسبة وزي كانت تقول لها إيه؟ أنت في الوقت ده لو طلبت منه هتاخد منه عينه لما تعرف الوقت المناسب هي مش بتعلمها إزاي تستغله لكن بتعلمها إزاي توصل لقلبه من أقرب طريق وبالمناسبة دي مش عبق على الزوجة ولا الزوج يعني المهارة دي مش بيتكلف الواحد أنه هو يبقى مركز طول الوقت لا 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 دي مهارة ممتعة مهارة في غاية البركة وتجعل الإنسان ودي من أهم مهارات الزكاء الزواجي أنا عندي مفهوم كده اسمه الزكاء الزواجي ده شوية أرقى وشوية أعلى من الزكاء الاجتماعي أو بعض الناس بيعتبروا نوع من أنواع أنا ممكن أصنفه على أنه نوع من أنواع الزكاء الاجتماعي يبقى لازم نكون وعيين لده فمثلا لو الزوج راجع من الشغل تعبان ويومه طويل وقد يكون تعرض لمشاكل في الشغل كتيرة فمش من مناسب أبدا أن زوجته أول ما تشوفه تحكي له مشاكل البيت والولاد وتبتدي تطلب منه فلوس ومصاريف وتقول له عاوزين نخرج ونقعد نتكلم مع بعض في حل مشكلات البيت أو في حل المشكلات بعامة طب الحل إيه؟ أنها ما تطلبش ولا تعبر عن احتياجاتها ولا تعبر عن مشاعرها الجزء ولا تتكلم معاه وأن الكلام ده اللي بيحسسها بالأمان؟ أكيد لأ طبعا لكن الستة بتكون عارفة كويسة إيه هي الأوقات اللي جوزها بيكون باله فيه رايع وعنده قبلية إذا طلبت منه أن هيها تاخدها زي مثلا هندرب مثاله ومحدش ينزعج أبدا وحد لو أن هي مثلا طلبت منه بعد ما فريقه وكسب ماتش كورة لو أن هي طلبت منه بعد ما حصل أن والدته قالت له أنا شكرا جدا 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 على حاجة أنت عملتها دي ويكون هو بيحب والدته قوي أو حصل بعد لما حصل أنه عمل بازل مجهود والولد نجح فلابد أن هي تستنى للأوقات دي وتبتدي تتكلم معاه أو تطلب منه اللي هي عايزها في الوقت ده بشكل لطيف وساعتها هيقدر يتجاوب معاه ومش هيكون بأي شك من الأشكال ده هيبقى شكله عرض مشكلة بل هي عتكون ساعتها بتعرض أمور ممكن نتناقش حواليها ولحظه غريبة أوي أنا بلاحظ في المركز الأشياء الزواجي أن هي لما بتختار ده حتى لو بتعرض مشكلة تلاقي زوجها رد الفعل اللي عنده المشكلة نزلت لأدنى مستوياتها ولذلك اللي احنا بنقوله دي دمهارة دي تدخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة وتدخل في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن يعني تعالوا ندفع المشكلات بالتي هي أحسن إن احنا نختار الوقت المناسب عشان نقول للناس الكلام ده ولذلك هتلاقي أوقات كتيرة بعد السعادة أو بعض الاحتفالات أو بعض العبادة الشرع الشريف يطلبك يطلب منك إن انت تعمل تكليف ليه؟ وقت مناسب وانت فرحان بالعبادة يبدا ده شيء مهم جدا جدا ونفس الشيء على فكرة عند الزوج ما يجيش يلاقي زوجته وقفة في المطبخ وهي بتحضر الأكل وتعبانة وغرقانة في البصل والتوم والأكل وكل الكلام ده وإيه يحصل؟ يقولها أنا عايزة أقولك نصيحة كده بس أنت عارف أنا بحبك قده ممكن تبقي تاخد بالك من مظهرك شوية يا رجل يعني هي على طول بيبقى جوة قلبها إيه؟ مش حافظ ميز يعني ما تلاحظ إحنا إيه اللي هنا ده؟ ونذلك إيه اللي حاصل؟ وسعادة هي بتعتبره أنه بيكلفها مالعة طيق وسعادة هي تقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعادة بتقوله كده مباشرة حتى لو قل لها أنا عايزة أشوفك جميلة طول الوقت آه صحيح أنت قلت لها أنا عايزة تاخد بالك وعلى أن أنا عايزة أشوفك حلوة طول الوقت هي كلمة أن أنت عايزة تشوفها حلوة طول الوقت كلمة عكسية كلمة تتفهم بمعنين أنها مش حلوة وأنها طول الوقت مش حلوة فذلك لازم تخلي بالك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب جميل لما حضرت النبي قال إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتيان أهله طروقا حتى يعمل إيه حتى تستحد المغيبة وتمتشت الشعثة يعني إيه ما يروحش يروح هاجي مع البيت لكن يعمل إيه يتصب بالتليفون يتصب بالتليفون إيه الناس بقال لي مش واخدة بالها لا لحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوله لما تيه تجد زوجتك على الحالة المرضية فأنت راجع البيت بلغهم أن أنت في الطريق ساعتها إيه اللي هيحصل هي هيحصل فيه راحة وسعادة وكثير من المواد ده والرحمة ده أحد أهم موسيرات المواد ده والرحمة في البيوت إيه اللي حاصل طب نعمل إيه بقى إزاي المهارة دي تبقى عندنا هنقول شوية حاجات كده ممكن من خلالها المهارة تكون عندنا إيه الحاجات اللي عندنا أول حاجة عشان أعمل المهارة دي أنا لازم أراحص يبقى أول حاجة عشان أدرك المهارة دي الملاحظة يبقى أول حاجة عشان أدرك المهارة دي إيه هو الملاحظة فالمهارة دي مش هتنزل عليك من السماء وبحذر بلاش حد يعتبر نفسه إن هو ذكي وعرف الستات الوقت المناسب لها إيمتا وهي عارفة الرجالة الوقت المناسب لهم إيمتا كل واحد له منهج وله وقت مناسب يبقى الملاحظة الملاحظة ايه بقى تلاحظ ايه بقى تلاحظ الوقت اللي هو بيقول لها فيه الكلام الجميل تلاحظ الوقت اللي هو بيكون ايه لو وقت كوباك كسرت يقول لها معلش ما فيه حصلش حاجة الوقت ده توقتي حلو قوي لاحظيه بقى ان هو ايه الوقت اللي هو فيه ايه حبيبتي تحب ننزل نتماشى مع بعض اه الوقت ده مهم حلو ده حبيبتي مش عايز حاجة انزل جبه لك اه ترسل الاوقات دي بقى احنا نعمل بحث علمي اه يا سيدي الحاجات دي مهمة جدا جدا لانها تفرق دي بتوفر سنوات ضوئية في الحياة الزوجية ان انت تبقى عارف الوقت المهم اللي زوجتك ممكن يكون وقت مناسب لها ان انت تتكلمها في حاجة او الوقت المهم او الوقت المناسب اللي زوجك يكون مناسب لين نتكلمي معها فيبقى اول حاجة الملاحظة نلاحظ ونكتب والله لو كتبنا او لاحظنا نكتب وبعد كده نعمل ايه نجرب اروح مرة كده في الوقت ده اه حبيبي ممكن نتكلم مع بعض اه تفضلي طبعا اه تفضلي طبعا وانا استخدم الاسلوب كويس بقا اه التجريب جاب نتيجة اه ممكن نتكلم مع بعض لا مش للوقت يبقى دي فوتت مني يبقى هاشطب على الوقت ده طيب تلاقي تلاتة اربعة اوقات هو ده الوقت المناسب اللي ممكن اتكلم فيه يبقى اول حاجة الملاحظة تاني حاجة نجرب بعد ما نجرب نعمل ايه انا وبتكلم معاه اأكد ده بقى اأكده ازاي بقى حبيبا انا بلاحظ ان الاوقات دي بتبقى يقولها والله العظيم بقى حاسس براحة حاسس بسعادة وفتعمل ايه بقى فتأكد على ده يقول انا بحس بقى والله بحس براحة انا مش عايزك تحس بان انا تفه لكن لما فريق بيكسب بحس اهو الواحد فرحة انت عارف الحاجات البسيطة دي بتفرح الواحد تقوله عندك حق يبقى يتأكدت ان الوقت ده وقت ايه مناسب ممكن تكلمه فيه فتأكد الوقت ده اوه لما تحس ان اختها زارتها ومشت مبسوطة يقولها الحمد لله العزمة كانت كويسة وتسلم ايديك تقوله انا بعد ما اختي بتجي بتجيلي وبنقل مع بعض بحس بدا يقولها انا بحس برضو ان انت كاني عندك سعادة بالقة وتقوله والله العظيم اه وقت بيبقى حلو قوي يقولها عندك حق طبعا يروح مأكد على الوقت ده يبقى تارت حاجة التأكيد يبقى اول حاجة الملاحظة تاني حاجة التجريب اجرب تارت حاجة التأكيد مانا خلاص اكد رابع حاجة بقى التسبيت ان انا عامل ايه اقولها خلاص ايه رأيك في الوقت الفليني ده بعد ما تخلص لموتش عن التكلم يقولي اه يوماش موافق انا فيبقى ايه يحصل بقى التسبيت باتفاق ان احنا هنتكلم في الوقات الحلوة اللي الواحد يبقون فيها المناسب يبقى عندنا أربع خطوات ملاحظة تجريب تأكيد تثبيت حلو أوي المهارة دي تتعامل بالأربع سلوكيات دي لو الإنسان عمل كده بيرتاح كده وعشان كده لما يكون الكلام ده حاضر بيننا الحياة تبقى إيصاب كتير على فكرة تكون الزوجة الصالحة اللي قال عنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات يبقى إيه اللي حاصل يبقى المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات إمتى في الأوقات المناسبة وإذا أمرها أطاعت برضو في الأوقات المناسبة إيه اللي حاصل إذا غاب عنها حافظت فلابد أن أنت تعينها على أنها تبقى كده ففي مواطن مهم جدا أن أنت تختار الوقت المناسب فيها مع الزوجة و هي في حالة الفقد أو الأحداث المؤلمة لازم تعرف ايه الطريقة المناسبة لزوجتك في التخفيف عنها يعني مثلا على سبيل المثال مش وقت مناسب ان بعد الوفاة ان انت تيجي تقول لها ايه مش معقولة كده احنا نعترض على قضاء ربنا فيه رجالة بيقصدوا في الوقت ده ان هو في الوقت ده يتحولوا الى ناصحين وحكماء مش وقت ده مش مناسب ولذلك احنا لابد ان احنا نكون فاهمين المثالة بشكل واضح فلابد تختار الوقت المناسب لها عشان ما تكلحاش لان زوجتك في الوقت ده بتبقى في امس الحاجة ان هي تفهم ولذلك ده لما تختار انت الوقت المناسب ساعتها هتدوق حلاوة ان انت من اهل ايه من اهل هذه القاية وما يوقت الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا ايه اللي حاصل يبقى انت على طول هتهرف ان دهت من الحكمة وجه ذلك الزوج على فكرة لما تطبق الاربع حاجات اللي احنا قلناها دي ايه اللي حاصل لازم مع ساعتها هتعرف الوقت المناسب عشان تنصح زوجها في الشيء اللي نفسها ان هو يرعي لكن لو جات له في وقت غير مناسب مش وقت من الوقات اللي احنا قلنا زيها تكتشفه ده ايه اللي حاصل هيعتبرها كل اللي هي بتعمله ان هي بتنتقده طول الوقت ليه طيب لكن لو عملت ده في الوقت المناسب هيحس ايه ده ده عندها حق وهي بتحبني والله وبتنصحني مع ان هي حريصة ان زوجها مثلا ينزل من وزنه فما ينفعش تقوله الكلام ده وهو بيأكل بتقول انت مش ملاحظ ان انت محتاجة تخص شوية هيعتبرها بتسمم عليه الاكل مش وقت مناسب خالص انها تتكلم معاك كده وهو برضو مش وقت مناسب خالص ان هي بعد ما رتبت البيت يقول لها مش هتحط اي ريحة برضو ده مش وقت مش مناسب خالص لكن امتى هيتقال بشكل لطيف وقت تاني واحنا عارفين حديث الرسول اللي عليه وسلم انه هو كان دايما بيؤمننا بان احنا نعدل اوضاعنا في وقت الغضب فيعود لو كان واقف ليه طيب عشان يهدى لما يجي يتخذ القرار او ينفعل ففكرة ان انت تكون في الوضع المناسب في الوقت المناسب ده مهم جدا وعشان كده لو الزوجين موجودين في تجمع والزوج شايف حد من سيدات العيلة بتعامل اولادها بطريقة هو شايفها مناسبة ونفسه زوجته تعمل كده زيها فلابد ان هو اختار الوقت المناسب مش لازم قدام قدام قريبتها يقول لها شوفي الستات شوفي الست بتعمل ايه مع اولادها اظن ده هيبقى شيء محرق جدا 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 عندي شوية حاجات اجراءات ممكن نعملها عشان نقدر نوصل لايه نوصل لهذه المسألة احنا قلنا خلاص البروسيس في الاربع خطوات دول الملاحظة ثم التجريب ثم بعد الملاحظة والتجريب بيأتي التأكيد وبعد التأكيد بيأتي التثبيت كل ده احنا شرحناه بالتفصيل احنا ممكن يساعدنا بعض الاجراءات ان احنا نبقى رايبين من هذه العملية ان احنا مثلا زي ايه كل يوم نتحدث مع الشريك حياتنا عشان نعرف اخباره عشان نقدر نكتشف نقدر نلاحظ نخليه تكلم عنه وانه يتكلم عن ايه ونسأله النهاردة ما كانش فيه وقت مرتاح فيه اه والله ده لما حصل لما عملت مكالمة فلانية اروحانا لقط على طول الوقت ده واروح شايله في الرصيد الحاجة التانية اللي ممكن نعملها كمان وتزود كمان قدرتنا على هذه المهارة ان اي تصرف انا بعمله لازم اوزنه اوزنه بايه بالرحمة والخير والجمال تالت حاجة اللي احنا لازم نعملها بشكل واضح عشان نقدر نوصل لده ان احنا دايما نسأل احبابنا على الحاجات اللي بيحبوها وخاصة انتو بتحبوا اي وقت ممكن تعودوا فيه وتتأملوا او اي وقت بتحبوا فيه الكلام نسأل السؤال مش بس محرومش السؤال مهم جدا 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 لمعرفة شركة الحياة واحنا لو قدرنا نعرف شركة الحياة وقدرنا نعرف الحياة دي هيكون في غاية الرواع وفي غاية الجمال يا سيدة مهارة اختيار الوقت المناسب ده عامل بالزبط زي الواحد اللي بيصلي في وقت الصلاة يعني ايه زي الواحد اللي بيصلي في وقت الصلاة ماينفعش ان الصلاة هتكون بطلة اذا صلتها قبل وقتها وكذلك الدعم وكذلك الكلمة الحلوة وكذلك اي حاجة ما تستغربوش لو واحد قال كلمة حلوة وما لقاش رد الفعل الحلو اللي هو منتظر لانه ممكن يكون قلها في وقته مش في الوقت المناسب وما تسألش نفسك هو من ساعتها الغلطان طب ما تقدر الكلام اللي تقال له طب ما يقدر الكلام اللي تقال له انا بقول لك مسألة سهلة اتدرب على اختياره لوقت المناسب اللي انت تقدم فيه الدع واللي انت تقدم فيه النصيحة واللي انت فيه الكلام الحلو واللي تقدم فيه كمان التعبير عن الحب لو تعلمت المهارة دي يا شريك حياتك هيحس ان انت ايه هيقول للتعبير انت فهمني قوي وانت بتجيلي في وقتك وعشان كده انا ما اقدرش عيش من غيرك مهارة عجيبة في غاية الروعة وفي غاية الجمال يا رب الهمنا ان احنا نكون من اهل المهارة دي على الدوام وجعلنا يا رب دايما من اهل التوفيق والسداد يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا ايه اللي بنلتقي عليها ونسمع تعليقاتكم المباركة وكمان اقتراحتكم ونسمع كمان كتير جدا جدا من اسئلتكم اللي بنخصص لها اوقات ونجاوب عليها ويكون معنا دايما اسئلتكم المباركة ويكون معنا اول سؤال اول سؤال معنا مين امو ماريم معنا اتفضل يا امو ماريم امو ماريم يا امو ماريم امو ماريم معنا طب معليش يا امو ماريم تحاول تكلمنا مرة تانية ومعنا الاستاذة هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حضرتك يا أستاذ عامر عامل ايه؟ فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله انا بعيد حضرتك جدا وبشكر الأستاذة اللي ربك علي يا أستاذة في مهدها الزوء الاحترام اللي رضى عنكم ومبارك فيكم ويحفظك يا أستاذة هاجر تفضلي انا سمع سؤال حضرتك تفضلي يا أستاذة هاجر انا عندي كافيرة بتشتعل يعني بتشغل عراي فأنا قمت سألت حد قبل كده فقالتني ان شغلنا دي حرام وفلصة حرام ان انا اللي اروح عندهم ما اكلش من حكلهم وفضع لكم شغلنا دي الحرام مين اللي بتشغل أختك حماتك 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 بتشتغل كوافرة فأنت حد قالك لما تروحي ما تكليش عندها طيب أنا أقولك حاجة بس أول حاجة اللي قالك لما تروحي ما تكليش عندها لو سمحتي قولي له لو سمحت يتق الله وما يتكلمش في الدين تاني ماشي اتفاقنا على أول حاجة دي دي أول حاجة طيب كمان يعني انت كده انت كده بتبلغي عليه يعني انت كمان بتبلغي عليه عند ربنا لأنه اللي ما لهش علاقة في الدين ده ما يتسائلش ولا يجاوب ولا يقول حرام ولا يقول حلال خالص ده كل اللي هو يعمله يروح يسأل طيب تعالي بقى أجاوب على سؤالك لا انت دلوقتي ده سؤالك الأولاني اه ليه بقى سؤال تاني بعد فضالي يبقى الأكل عند حماتك اللي بتشتغل كوفير السؤال التاني السؤال التاني انا محتاجة من حضرتك مفهندة معناوية بص حضرتك انا الفترة اللي هاتف بيكم انت بمر بجريف واحدة نفسية نعم فأنا بس في الدكتور نفسييني كده بس في العلاج كان بيتابني وبيهنجزني وما كانت بياني معي اي نتيجة بالعجل بالحق بذابة فأنا حاليا انت انت إيه السبب انت كان عندك اكتئاب مثلا عندي اكتئاب وكان معي وكان معي وصواس بس الوسواس الحمد لله خف من معي وبقى في حالة جايبة عن الأول كنت في وصواس ايه كنت في وصواس في ايه وصواس وموت كنت خايفة أموت طيب الخف من الموت يعني عليك انت مش على بنتك انت خايفة من الموت عليك انت مش على بنتك اه وخايفة أسيبها لوحدها وكده بس الحمد لله انا دلوقتي بيقف في حال أحسن لاني سلمت لرب سبحانه وتعالى لما فيش حاجة بكثل ما وحسنا طيب انت قطعت العلاج انت قطعت العلاج من غير وجوع للدكتور اه من غير وجوع للدكتور لان حالة مجابة العلاج كان بيتعبني بس ويخليني طيب سؤالك فين يا أستاذ هاجر عايز حضرتك لو بحاجة مهارة اي حاجة حاضر حاضر اقول لحضرتك اقول لحضرتك يا أستاذ هاجر السؤال اللي قال لاني بتاع الأستاذ هاجر لا لو سمحت يروحي ويقول لي عندي حماتك وبلاش الطريقة دي الطريقة دي تخلي حياتك هتخلي حماتك انا اسفي عنه يعني تحس ان انت بتعلمي عليها انا اسفي يعني بكلم بكلم حضرك بلغة استاذ فهي دلوقتي هتحس ان ان انت بتعلمي عليها وبتحاول تبعطي لها رسالة ان هي قللت الديانة وان هي ملع حرام وحية دم صحيح لاني هذه 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 المسألة بتتعلق بشوية حاجات ايه اللي حاصل ان فيه حد بيزين حد هو لو بيزين حد والحد ده متيقن ان الزينة دي هيروح يمارس بها الحرام ساعتها يبقى منوعة بس ما حدش بيجي يتزين وبيكون هيعمل ده هي لو زينت امرأة متزوجة ده عمل حلال وقد يكون تساب عليه لان هي بتزين امرأة لزوجها فلذلك بلاش الطريقة دي بطريقة المسألة ان شغلة الكوفير كلها حرام كده لا هي لو بتعمل الكلام ده لتزين امرأة لزوجها والزينة ديت زينة من الزينة الظاهرة خلاص لو كانت المرأة دي متزوجة خلاص فلذلك إلا حاصل الامر التاني انت مش مأمورة ان انت تفتشي عن اموال الناس محدش طلب من حضرتك ان انت تفتشي عن اموال الناس حلال ولا حرام ويا رب ما تكون قلت لحاماتك الكلام ده او هي حست منك الكلام ده انت احنا مش نقصين هتروح تقول لحاماتك على فكرة انت مالك حرام ومش هاكل عندك هتبقى مسألة من الصحيح اول حاجة ان هي مالها مش حرام تاني حاجة حضرتك لو تكرمتي خلي بالك وانت بتسألي في الدين لان المسألة كمان بيبقى ليها ابعاد اخلاق هي بقى ايزا عمل المرأة اللي هي بتقوم بتزيين النساء لو بتزيين النساء هناك زينة واضحة تزيين للنساء واضح الحل هناك تزيين للنساء واضح الحل فهي اذا كانت بتعمل في ده فهي بتعمل في اعمل واضح الحل السؤال التاني اللي حضرتك سألتهولي وهو مسألة ازاي سعد حضرتك انت لازم تغير برنامجك اليومي اول وتحط في برنامج اليومي حاجات مساعدة وانا لست من اهل القبول لان الواحد لما يكون بياخد علاج وخاصة العلاجات المتعلقة بالامور النفسية اني وقف العلاج من نفسه فارجاء ممكن تتابع مع الدكتور المسألة دي ومسألة التانية غير برنامج حياتك ولو سمحتي من اهم المهارات التي تتعلق في مسألة الوسواس ده ان انت تسمعي كتير عن جمال ربنا روحي اسمعي برنامج لحد برنامج علماء الكبار وهم بيتكلموا عن جمال الله سبحانه وتعالى وجمال وصف الله سبحانه وتعالى اسمعي كلام كتير عن جمال ربنا سبحانه وتعالى وجمال حضرت النبي وإزاي رحمة مولانا سبحانه وتعالى بخلقي نعم معانا مين معانا أمو مريم تتفضل أيها السلام عليك تفضل يا أمو مريم بسرعة إزايك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله أنا بابايا لسه متوفي الله يرحمه ويجعله فيه فسيح الجنات يا رب يا رب يا رب فأنا كنت بس عايزة حبة نصاح من حضرتك أنا أقدمها له أنا أعرف في الممع إن قطع عمل وأيضا إلا من ثلاث صداقته نجارية أو عنه ينفع بيقى ولد مصالح يا دولة طيب أنا أقول الولد هنا مقصود بالبنت والولد صح صح طبعا طيب والصداقة تت Pilkarية لازم هو يعملها لا ينفع عن تتعمل قال بس يا ست مريم أنا أقول لحضرتك امه مريم أنا بس عايزة أقولك حاجة اجعلي كل العبادات اللي أنت بتعمليها اعملي كده كل العبادات اللي أنت بتعمليها والصداقات اللي أنت بتعمليها اعمليها وبعد ما تعمليها تقولي اللهم هب مثل ثواب عبادتي لوالدي وإن شاء الله باتفاق تصل إليه ربنا يبارك لك إن شاء الله كل الأعمال الصالح بعد كل عمل صالح قراءة قرآن دعاء صلوات نوافر كل دا قولي اللهم هب مثل ثواب عبادتي هذه لأبي وإن شاء الله يوصله إن شاء الله يكون متنعم بنعيم الجنة ويكون في سعة وبركة ونور وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين يا سادة نكمل بعض الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنا أسئلتكم المباركة ومعنا الأستاذة مونة أستاذة مونة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزا حررتك عمدي فضل ونعمة الحمد لله كنت بس عايزة أسأل على كذا سؤال بس مفضلك ما تقفوش عسان خطي ممكن لا إحنا عمره ما بنقفلش على حد عناه فلعليك لي أنا بس أولا حابة نحركت يدعيلي ده أولا ثانيا ويكون ده للبنت اللي يبتدعي الباباها بتوهب الحاجة اللي هي الحلوة اللي عملتها سوابها لي هل أعملها قبل ولا بعد طيب حاضر يبقى أول حاجة أدعيلك ربنا يشرح صدرك ويرايح بالك ويوستع رزق ويبارك لك أنا قلت هو ويوستع رزق والله حصل أنا قلت من قبل ما تقولي قلت يوستع رزق طيب في حاجة ثانية دلوقتي أنا لما باجي بصلي زي ما يكون في حاجة بتمنعني مستلات بصلي فرد واسيف فرد لإما أصلي على طول لإما متقطع أيام وأيام دي حاجة أنا مش عارفة أعملها عايزة أختي مصورة البقرة وقرأها أنا في نية أقراها بس باجي أمسك المصحف مش عارفة أمسكه مش عارفة ليه دي الحاجة دي مدقاني قوي سيئف أضلت الشيخ بقالي فترة طويلة هل عندي وسواس هل عندي حاجة أنت عندك وسواس أكيد يعني أكيد ما عارفين إحنا لإتنين إن فيه وسواس الوسواس إيه بقى ستي واضح خالص أنت لوقتي كل الحكاية بس أنت بتصلي وتقطعي لأسباب كتيرة جدا أنا مش عارفة تقولي لأ بعد ما أسلت طيب يبقى أول حاجة التقطيع في الصلاة التقطيع في الصلاة وحاجة تقولي على ثواب البنت اللي توهب لباباها قبل الثواب ولا بعد الثواب وأهب الثواب وطبعا تدعيلي دعيتلي الحمد لله وتدعيلي وإنت بتصلي بالله عليك حاضر وإيه تاني صلاة الجنازة للمرأة لما تيجي تصلي على واحد ميت حرام ولا حلال عشان الحاجة دي فيه واحد قريبنا كان متوفي يوم السبت لفات زي النهار ده وأنا سفرت المقصص عشان أصلي عليه صلاة جنازة وهناك فئة حرموني قوي ممنوع لحرم تروح طب أنا مش هروح المقابل بس أنا عايز أصلي عليه صلاة جنازة معرفش وحالي الميت لما بيكون ميت وإنت قاعد مثلا يعني بتصلي على النبي أو بتقول قرآن هل هو سمعني قبل الغفر ولا لا ده أنا عايز أعرف خلاص كفاية أو شكرا جبدا أنك التغيير عوف ونسك ربنا يسلح حالك ورزقك الخير ويجعلك دايما يا رب كل حاجة أنت تتعملها حلوة وثواب لك يا رب يا رب Albina عايزك أول حاجة واهب السواب ده ممكن يكون قبل وممكن يكون بعد يعني ممكن بعد ما تعمل تعمل الكلام ده قبل العمل وممكن تقول الكلام ده بعد العمل لتنين جائزين زي كده زي جمع التقديم وجمع التأخير لتنين جائزين لأن كل الحكاية أنا ده دعاء فهتدعي قبل العمل هتدعي بعد العمل لتنين جائزين طيب طبعا في حد يقولك الأفضل يكون بعد العمل لأن العمل خلاص يكون تم يبقى ده تأقرب إلى حصول الثواب لا إحنا عندنا الثواب ده تفضل من الله فعندنا الثواب فضل من الله سبحانه وتعالى فيجوز أن يكون قبل العمل وبعد العمل مسألة التقطيع في الصلاة لو عالجنا الوسواس عن بطل تقطيع في الصلاة إحنا عندنا الوسواس ده إما بيخلي الصلاة عبقى علينا لأن إحنا حاسين إن إحنا في الأخ خالص ما بنتخلص من الصورة السيئة لنا عن نفسنا وجلدنا لذاتنا ففي الصلاة بتتقل علينا لان احنا مش شايفين ان احنا الشخص المناسب جدا عشان حالة البرفكشانستية دي تفيحصل لنا كده اما مسألة الجنازة طبعا جائزة للنساء و الرجال واللي قالولك كده ربنا يسمحهم لا يجوز ان انت تصلي صلاة الجنازة لان كل الاحاديث اللي جاءت جاءت عامة وليس فيها اي استثناء وليس فيها اي تخصيص بعد كده الميت لما انت بتكون بتطلق قرآن جنبه بيكون يسمع نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكد لنا ان اهل المقابر بيكونوا سمعين لنا والدليل على ذلك ان احنا لما كمان بنعد على المقابر بنسلم عليهم لانهم بيبقوا سمعين هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا الاستاذ حسن ازاي حضرتك يا فاند الحمد لله في نعمة والله فاند ربنا يا زيدك نعمة وبركة يا سيتي اتفضل يا استاذ حسن سوائل استعزينك بس انا كنت شايل موضوع الكروت ده من دماغي وبقولك ربنا يبعدنا عن الكروت وبعدنا فاندم ابني وعف نصيبة يعني وبعد الشر وكان عامل مشروع وبعد الشر وبعد ده خريحه انجليزي يعني وبعد الشر وشاب طيب يا سيتي وبعدنا انا هضطر اروا اعمل قرد علشان احل مشاكله طيب بص يا سيتي مين قالك ان انت يعني مين قالك ان دوت حاجة انت بدلا تحل المشاكل ديت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى صارف عنك الاذاء وانت دوت مش حرام عليك لو اخدت القرد دوت عشان تدفع تخرجه من هذه الازمة اولا دلوقتي خلي بالك ان قانون القرد قانون البنوك دلوقتي ما فيش حاجة معها قرد انت دلوقتي هتعمل ايه هتأخذ الاموال دي عشان تعمل خدمة او عشان تشتري سلعة او تمام المشروع انت هتأخذ القرد ده عشان تعمل ايه عشان سدد الديون بتعبني كويس جدا جدا عشان هو ما يتعرضش لايه ما يتعرضش للمسائلة قانونية المسائلة القانونية فانت بتحاول تنقذه من ذلك فانت اخذ الاموال ديت على انها بتدعم الشركة بتاعته او المؤسسة بتاعته دي وتضع في رأس المال في رأس المال ده يروح في ستديد الديون ده اذا كنت هتعمل كده وهيكتب في وثيقة الامر ده ده جائز وليس فيه اي شيء حج حسن وربنا ان شاء الله يكتب الخير ويكتب الرحمة ويكتب الساعة ويكتب ساعة الارزاق لك ولابنك ان شاء الله معانا الاستاذ محمد مساء النور ازاي حضرتك انا دكتور عام في حالة ما يعلم بها لربنا زي الفل ان شاء الله ربنا يكريمك وان شاء الله يفتح عليك ويشرح صدرك ويفك كربك ان شاء الله اتفضل يا استاذ محمد دكتور عام انا بص انا خريج جمهة الاسهر وقلت كل من رح وظيفة دكتور عام ما فيش وظائف به وحالة ديق ووردي ووديتي بتاعبه معايا فان حالة بل عالش اللجفة ومعالش اللجفة كلها سواء دكتور عام ومعالش رحبين وانتي مفين وما يجيش وظائف لا يطين طيب يا سيد ان شاء الله لو ان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ان احنا نستطيع ان احنا نقدم اي شيء ما نقدرش نتأخر يا سيد محمد وان شاء الله ربنا يوسع عليك رزقك ويكتب لك الخير والتوفيق والسداد يا سيد محمد نعم معنا مين معنا مو مريم مو مريم حضرتك اهلا وسهلا مو مريم تفضلي مع ليش انا ما كملتش بس سؤالي انا اللي بابايا لسه متوفي وليسه مكلمة حضرتك طيب تفضلي سؤالك انا بس لو بطلع سبقة على بابايا من فلوس زوجي هي دي تنفع دي اول حاجة من فلوس زوجي يعني ايه استني بس من فلوس زوجي انا مش موظفة يعني اسمعيني طيب يعني زوجك بيدي لك فلوس وانتي بيقولك الفلوس دي من مصروف البيت مثلا لو طلعت ايًا طب اسمعيني طيب زوجك بيدي لك الفلوس دي وقولك تصرف فيها زي ما انت عايز فانت وفرت من هذه الفلوس سوم بعد ذلك تصدقت بداه صح خلاص يبقى ده جائز ما فيوش حاجة يا أم مري طب السوم يا شيخنا معلش لو بقى سوم عليه 2 وخميس ينفع أختي ألك لا السوم ما ينفعش للميت ما احنا قلنا يا زيتي انت مش هتقولي أنا بسوم عنه لكن هتقولي كده هتقولي اللهم هب مثل سواب صيامي لأبي طب معلش اخر حاجة بعد إذنك ولا يهمك هقول تفضلي أنا ممكن أعرف الأوقات يعني لما روح له القبر أبويا بيشوفني بيحس بي بيسمعني عايزة أعرف حاجات عن كده معلش يقلمني حاجات عن كده حاضر نعمل حلقة هنتكلم فيها عن بعض أحكام أهل المقابر وإيه الأوقات اللي ممكن تكون الأنسب ليهم وإيه الأوقات اللي ممكن يكون مستجابة الدعوة إن شاء الله طيب أم مريم أنت حاول بقدر الإمكان أنت تتحياني الدعاء لولدك في يوم الجمعة وخاصة الأوقات التي قال العلماء إنها ممكن تكون أوقات الإجابة زي وقت صعود الإمام المنبر وقت ما قبل المغرب كمان وقت رفع أذن الجمعة كل دي أوقات العلماء قالوا فيها إن هي من أوقات استجابة الدعوة الأمر الثاني الثلث الأخير من الليل خلي الثلث الأخير من الليل مكان مهم جدا تدعي فيه لولدك الموضع الثالث في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي هو وساجد فتدعي لولدك كتير في السجود وكان مما أثر عن الصحابة أن يوم كانوا يدعو يدعو الصحابة لسبعين واحد من الصحابة في السجودي كل دوت إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك وإن شاء الله يكتب لولدك الثواب الحسن فيه إن شاء الله يا سادة لأننا عرضا تكلمنا عن مهارة من أحب المهارات إلى نفسي اللي أنا بأعلمها للمقبينة على الزواج وزي ما قلت لكم احنا في بنامج المقبينة على الزواج في دارة الليفتال المستلية بكمان بندرب الناس على مهارات والمهارات دي مهمة جدا 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 من أهم المهارات اللي بدرب عليها الناس مهارة اختيار الوقت المناسب مهارة الاختيار الوقت المناسب دي مهارة مهمة جدا 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 تعالوا نقول ان احنا محتاجين ان احنا نلاحظ الاوقات المناسبة اللي بيكون سعاد فيها شرك حياتنا ومنشرح الصدر ومستقبل للكلام وتعالوا نقول احنا محتاجين نجرب وبعد ما نجرب نأكد ان الاوقات دي اوقات فعلا اوقات مناسبة وكمان بعد كده نثبتها بالاتفاق معهم إن احنا هنختار الأوقات دي نكلمهم فيها ويكونوا سعداء إن احنا عملنا واستخدمنا المهارة دي لأن ده بيشرح صدرهم ويا سلام بقى لو إن احنا تعودنا إن احنا نتكلم مع بعضه طول الوقت عن كمان المسابق للسعادة وكمان ياريت يكون عندنا طول الوقت كلام كتير جدا 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 عن الحاجات اللي بيحبها شرك حياتنا ساعتنا هيحس إن احنا ملاحظين مهتمين كمان إحنا شايفينه شيء مهم عندنا وعشان كده بالرعية كل واحد فينا محتاج مزيد من الاهتمام بشريك الحياة ومن أكتر الحاجات اللي بنعبر بيها عن اهتمامنا بشريك حياتنا وعن زوجنا وعن زوجتنا حاجة مهمة جدا إن احنا نختار الوقت المناسب اللي ساعتها هيكون كلامنا عليهم هيبقى زي العسل وكلامنا هيكون زي نسمة الصف بتمر مفيش أزا فيها مفيش وجع مفيش عب يا رب الهمنا الصواب وعننا دايما من أهل الحكمة ومن أهل النور ومن أهل البركة لكي نفتح على بيوتنا أبواب السكينة والمودة والرحمة والحنان والجمال والحب يا رب العالمين أكرمنا بأن نجمل بيوتنا بجمالك يا جميل يا رب العالمين يا رب العالمين